بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علم وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين هيا عزيز المشاهدين سريعا ننطلق مع فضلت الشيخ خالد نتعلم التلاوة الصحيحة للآيتين الكريمتين وهناك الكثير من أحكام التجويد في الآيتين هيا نتعلم ونحضر الورقة والقلم وننطلق بإذن الله تعالى فضلت الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا في التلاوة نستعيذ ثم نبسمل ثم نبتدئ مع الآية كما سمعنا من سيدنا وهو يتلو هذه الآية الكريمة قسمها إلى مقطعين المقطع الأول وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا امشي معايا وحدة وحدة كده عشان تفاهم المقطع ده لما سيدنا ابتدى ووقف على أي أساس ما سبق في الآية الثانية من بني النظير قذف الله في قلوبهم الرعب خرجوا بدون قتال بداية الآية معايا بتبدأ بحرف مفرد وَا بعدها حرف تاني مكون من أربع حروف لام وَاو لا اللي هي لو لا يسميه أهل اللغة حرف امتناع لوجود إيه اللي امتنع عشان إيه موجود امتنع قتل بني النظير وأسرهم لأن الله قدر وكتب أن يخرجوا لولا اقرأ بقى معاك الآية وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ أَنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَى بَنِ النَّظِيرُ الجلاء يعني الخروج هتقول لي في الأول كان في خروج وهنا جلاء فما الفارق بين الخروج والجلاء الأول كان لسه في الحصون ولسه مخرجوش فهيخرجوه لكن دلوقتي ما الذي قدره الله أن يكون في جلاء يعني إيه جلاء يعني خروج لا عودة أبدا إلى هذه الديار مرة ثانية فإنه قد يخرج وقد يعود أما أن يكون هذا جلاء بمعنى يخرج بلا عودة إلى هذا المكان مرة ثانية فالله قد كتب عليهم الجلاء أي قدر الخروج بلا عودة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أهو دل موجوده إه اللي امتنع عشان كتابة وقدر الله هذه امتنع قتلهم وأسرهم وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيانتهم أن يخرجوا بلا عودة وحتى لا يظن الظان منهم أن الجلاء في مقابله لا عذاب في الآخرة على كفرهم لا ولهم في الآخرة عذاب أتخلي بلك وإنت بتقرأ تبقى أنت فاهم تقسيم سيدنا لما قرأ وإنت هتقرأ تبقى أنت فاهم المعنى إزاي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهو برضو خد قصط من العذاب لأن الجلاء في ذاته نكبة ومصيبة لمن كان له وجدان ولمن كان له إحساس وعشان ما تفتكرش ده مقابل ده أديك عرفت برضو جزاء كفرهم لهم عذاب شديد طيب دي كده الآية الأولى وعرفنا سيدنا أسمها إزاي وإحنا لما نقرأ هنأسم إزاي وهنمشي مع بعض إزاي خلي بلك معي بقى ذلك إشارة الإيه لما قذف الله في قلوبهم من رعب ذلك لما كان من تخريب للبيوت ذلك لهذا الجلاء كل ده لماذا يا ربنا ذلك بسبب أنهم ذلك بأنهم ذلك بسبب أنهم شاقوا خاصموا وعادوا الله ورسوله وخلي بالك في الجملة الأولى يقول لك إيه شاقوا الله ورسوله يعني خاصموا الحق تبارك وتعالى وخاصموا الرسول أيضا بس الرسول مع طفع لفظ الجلالة آه لأن الرسول ما بلغ إلا بأمره ولا فعل إلا بأمر الله عز وجل جميل أوي كده هم لما نقضوا العهد مع الرسول كأنهم نقضوا العهد مع الله حينما خانوا رسول الله خانوا الله تبارك وتعالى مع الكفر مع الكفر عشان كده في الآية الثانية بقى خلاص أو في الجدء الثاني من الآية ومن يشاق الله يعني ومن يخاصم ويعاد الله ولم يذكر الرسول خلاص ذكر في أول مرة وانتهى الأمر ومن يعاد الله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب خلي بلنا بقى شفت سيدنا أسمها إزاي ليه التقسيم ده مفيد في إيه علشان أفهم أنا بقرأ إيه لسا الآيات متوالية معايا مع بني النظير وفي أحكام ستأتي للمسلمين وما فعلوه عشان نخلي بلنا ولا يضحك علينا أحد بأن يتقول على كتاب الله ما ليس فيه فنخلي بلك بقوا أنت بتقرأ كده فهمنا بعد الاستعاذة وببسملة وقف وابتدى مع سيدنا لما قرأ كذلك هو الوقف الاختياري لمن أراد أن يتلو أما إن كنت مضطرا فذاك شيء آخر يلا مرة تانية ناخد بعض الأحكام العملية خدنا أول حكم كان إيه كان الوقف والابتداء والمعنى متعلق بهما طيب يلا كده امشي معي وحدة وحدة ولولا الحروف معي كلها إيه مرققه صح جميل أوي كده ولولا آخرها إيه مد طبيعي شفت أنا عدتها مرتين وقفت عشان لما جيه أوصل وزود في المد ما تاخدش الوصل كالوقف تاني ما تاخدش الوصل كالوقف الوصل إزاي ولولا آن ما تجيش توقف وتقول ولولا أو ولولا يبقى في المرة الأولية زودت على الاتنين وحدة ما كانتش بينا أوي المرة الثانية زودتها أوي لا هم حركتين اتنين فقط لا غير ولولا ده كده الوقف بحركتين مد طبيعي طب هاوصل بقى وإحنا ماشينا بالتواصل تيبقى كده ولولا آن سمعت كلمة آن عند الوقف النون وضحه وبينه طب أنا هاوصل آن بما بعدها آن كتب ايه اللي حصل اسمعك يا تاني آن كا يعني الهامزة الآلف النون اللي بعديها أخفيت مع وجود غنة أنا بقول لك عملي ما بشرحش لسه علمي أنا ما بشرحش علمي أنا بقول لك دلوقتي الطريقة العملية كيف تتلو هذه الآية ومتالية فركز معي ولولا آن طب ليه بعمل كده لإن فيه آباء ليه وأمهات النفس بيضيق ممكن يقرأ ولولا آن آن كتب فما يقدرش غير جملة جملة أو كلمة كلم فعشان لو وقف يبقى عارف إزاي يقف ولو وصل يبقى عارف إزاي يوصل ماشي الكلام طيب آن كتب سمعت البقصة عاملة إزاي طب أنا هاوصل مش هاقف كاتب الله كاتب يعني من بأ كتب إلى اللام المشددة في لام لفظ الجلالة وتخلي بلك من التفخيم ولولا آن كتب الله أول حرف أبلنه مفخم اللام فين في لام لفظ الجلالة ثم ترجع مرتين للترقيق للترقيق كاتب الله هو عليهم يبقى الحد الآن كده ماشي الحروف معاه صوتها مرقق وخلي بالك وإفت إزاي وصلنا إزاي طيب عليهم لما هتيجي طقف عملت إف الهاء كسرناه وعملت إف الميم سكمناه طيب أنا عايز بقى أوصل عليهم بكلمة الجلاء بكلمة الجلاء إزاي خلي بلك معي عليه يبقى الهاء عنده مكسورة من الهاء المكسورة إلى الميم المضمومة هيمل تاني هيمو أهي وحدة وحدة عليهمو يبقى هاء مكسورة من مضمومة من الميم المضمومة إلى لام لفظ الجلالة مرة ثانية المفخمة تاني عليهمو الجلاء دي لام لفظ الجلالة واللم إيه دي أيوة كده صح صح معايا مش لام لفظ الجلالة عم الشيخ أما المرة لا تقولش ليه يبقى خلي بالك بقى يبقى كلمة الجلاء هتعمل إيه في اللام هتفخرها أيوة كده الله يفتح عليك دي مش لام لفظ جلالة دي لام عادية إنما لو كانت لام لفظ جلالة هيجيلنا بس استاننا شوي يبقى اللام دي أيوة مرققة تمام صح صح معايا الله يفتح عليك طيب عليهمو الجلاء اللي ركست على اللام ولقبطيني في الأول عشان تسمعني إنه مصح صح معاك ومش صح صح أصلي فيه منه بيغلط وبيقرأ بالذات مع الجيم يقرأ كده عليهمو الجلاء تاني يسمع كده ده غلط عليهمو ج بيعمل إيه في اللام اللي بيجي بعديها بالذات الجيم بيأكلها ويدغمها ويفتكر إنها لام مدغمة لا 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 اللام الساكنة الزائدة القمرية إذا أتى بعدها جيم فحكمها الإظهار خلي بالك عليهو الجلاء جميل تعال بقى في آخر حرف معايا الهمزة لا إلا أبليها الألف هتعمل فيها إيه الجلاء ده أقل حاجة أربعة تاني أقل حاجة أربعة اوعى تقول اتنين لا 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 ده مد متصل خلي بالك لو لا أن ده منفصل هنشرح في إن شاء الله في العلمي خلي بالك الجلاء ده مد متصل لاحظ بعد حرف المد في لو لا أن همزة الجلاء بعد حرف المد همزة لسه الوقف ما جاش معايا لعذبهم في الدنيا الوقف هنا عندي كلمة إيه الدنيا وتخلي بالك بقى في قوله لعذبهم الحروف معايا مرققة طيب في الدنيا في لو وقفت في الدنيا لو وصلت هتبقى حرف المد محذوف وخلي بالك بقى أدو أدلام الشمسية المدغمة في الدال ده واحد اتنين أدن ننسكن أتى بعدها ياء بس في كلمة وحدة إياك أن تدغم اسمع من نقطة كده الدنيا وهفهمك في الشرح العلمي لي بس دلوقتي انطأ كده الجملة دي على بعضها كده هكذا ولولا أن كتب الله عليهم ده المضطر عليهم الجلاء لعذبهم لعذبهم في الدنيا لاحظت الميم في لعذبهم عاملة زاي واضحة هي لعذبهم في الدنيا بتخلص الميم من الفاء بدون غنة واضحة الجملة الثانية ولا هم في معايا ميم سكنتاني بعدها فاء نفس الحكم السابق معي هو هو بعينه تخلص الميم من الفاء بدون غنة واضحة ولا هم فيل ده عند وصل كلمة في بكلمة الآخرة لكن لو افت في هاوصل في الآخرة اوعد أول في الآخرة لا دي تاء مربوطة لا تنطق تاء إلا عند الوصل أما إذا وقفت تبدل هذه التاء المربوطة ها كده الآخرة ما هي الكلام خدت بالك بقى من التفخيم والترقيق اللي في الكلمة الآخ التي في الاستعادة وكلمة النار إلا معي هنا مدغمة في النون خلي بالك اوعى تقول النار لا خطأ أن عذاب أنا قلت النار لأني بدأت بالكلمة فبينت همز الوصل عشان بدأت بيها إنما سيادتك أو سيادتك وانت بتقرأي بتصي الكلمة بما قبلها فيبقى الوصل كده عذاب يبقى من الباء إلى النون المشدد مباشرة والرأ بقى في كلمة النار هتفخم عند الوقف النار هنا بقى ممكن تمد حركتين أو أربعة أو ستة خلاص الكلام كده في كلام تاني بس مش وقت ولكن حناتكنا عمليا إلى آية الثانية ذلك بأنهم الذال خلي بالك ذلك شوفنا في مد طبيعه في الكلمة ذلك بأنهم جميل بأنهم وخلي بالك من الكلمة اللي جاية معاي شين خلاص ده الشين ده الحرف الممدود فين حرف المد الألف تبقى شا جميل بعد حرف المد اللي هو الألف هيجي لك إيه القاف القاف دي عليها إيه شدة بس لا شا قو شدة وضم خد بقى القاعدة دي أنت عندك لو لا أن حرف المد جي بعديها همزة مدت كام أربعة الله يفتح عليك الجلاء حرف المد جي بعديها همزة مدت كام أربعة انفصل أو اتصل مدت كام أربعة حرف المد إذا جاء بعده مشدد هدمد ستة إزاي بقى كده شاق خلاص يبقى أنت كده النهار ده خدته عمليا قداما كنت شايف لو لا أن أدي منفصل الجلاء أدي متصل شاق أدي مد لازم لازم كلمة شاق دي كلمة ولا حرف لا لا دي كلمة ما تخافش دي كلمة دي فعل الماضي ما تخافش شاق أنا عايزة لأخبطت لو لا بقلت لي حرف والوا وحرف شاق لا أنا مش عارف لا أنا هقول لك شاق ده فعل فدي كلمة فبما أن حرف المد وقع في كلمة بص معاك على التشكيل القاف أيها معاك المصحف ممتاز جميل حرف المد جي بعدي مشدد هتسميه مد اتفقنا لازم الله يفتح لك وقع في كلمة يسمى كاليمي بما أنه مشدد يعني مثقل هنقول مد أيها لازم ممتاز كاليمي ممتاز مثقل أوعت المثقل بالسين لا مثقل بالثاء خلي بالك ذلك بأنهم شاقوا عند الوقف قل الله آه أدي الضم وأتى بعدها لم لفظ الجلال هنا بقى هتعمل إيه في اللام مش الجلاء أيها كده صح صح معاي هتفخم شاقوا الله ورسوله شفت الهاء في لفظ الجلال ترقق بعد اللام المفخمة ورسول الراء تفخم ورسوله وتقف عند المقطع ده وتبدأ بقى باسم الشرط اللي جاي فين الاسم ده من ايه ده من اسم آه اسم شرط جازم عشان ما يطلخبطش هنبهك هو يا سلام الله افتح عليك وعليك اللي ماسك اللام وبيكتب عشان ما يطلخبطش جميل ومن يشاق أنا هسألك بقى وهسألك يلا يشاق فين حرف الممدود الشين ممتاز فين حرف المد الالف ممتاز جيب بعدها همزة لا يا عم الشيخ ده جيب بعدها قف مشددة جميل هنسميه ايه الله يفتح عليكم مد تمام لازم ممتاز كلمي ايوة مثقل لأنه ايه ايوة هنمدي كلم خمسة ولا اثنين ونص لا ستة الله يفتح عليكم ومن يشاق الله هاي ببقى لم لفظ الجل لا ترقق ليه اصلا قبلها مكسور القاف يشاق لا يعني مش شيخ وفعل بيكسر مع لسه مش وقته بس خليك معاه شوية ومن يشاق الله فإن الغنى واضحة فإن الله أذي اللام هتفخم شديد العقاب الباء تقلق وليك في حرف المد اللي قبل الباء نين أربعة ستة مش قولة واحدة انت مخير من أحد من دول نسأل الله العفو والعافية شكرا لك فضوة شفية بارك الله فيك أعزاء المشاهدين أهل القرآن أهلنا القرماء وإخواتنا الأعزاء سنبدأ في تلقي اتصالاتكم بعد هذا الفاصل القصير ونحن في انتظار